السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم متابعينا في قناة اصالة تيفي استكمالا لفيديوهاتنا عن التخصيص هنتكلم النهاردة عن اهم 17 نصيحة قبل استعمال كابسول للتخصيص اول حاجة المحافظة على برنامج غذائي صحي عن طريق تقليل النشويات الاكثار من الخضار المسلوق السيطة الخضرة تناول الفكهة في حالة الجوع ممكن سمرة واحدة كل ساعتين الامتناء عن الاكل بعد الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا ممارسة رياضة المشي لمدة نص ساعة يوميا النصيحة التالتة جرعت كابسولة واحدة من تلات مرات يوميا مع كل وجب الطعام في طارب وغدى وعشاء ممكن قبل الاكل وممكن وسط الاكل وممكن بعد الاكل فيه خلال ساعة من بعد الاكل النصيحة الرابعة من المستحب طبعا تناول تلات وجبات متوازنة في اليوم لكن لو فيه وجبة اتلاغت او وجبة كانت خالية من الدهون ممكن نلغي منها جرعة الأورلي في الوجبة دي النصيحة الخامسة لا تتجاوز التلات كابسولات في اليوم زيارة جرعة الأورلي او زيارة الجرعة عن تلات كابسولات في اليوم لن يؤدي الى زيارة المفعول ولكن قد يؤدي الى زيارة الاثار الجانبية ولذلك يجب الالتزام بجرعة تلات كابسولات فقط في اليوم نتيجة الأورلي صعب تحديدها بدقة ولكن من المتوقع خسارة من 10 الى 15% من وزن الجسم يعني لو واحد عنده وزنه 100 كيلو ممكن مع استعمال الأورلي في خلال 30 يوم او في خلال شهر يخس من 10 الى 15 كيلو النصيحة اللي بعد كده لو ظهرت احد هذه الاعراض الجانبية الخطيرة يجب التوقف عن تناول الأورلي والتواصل مع الطبيب زي الاعراض دي زي فقدان الشهية الحكة اسفرار في لون الجلد والعين البولي الداكن او البراز فاتح اللون او الم في الجانب العلوي الايمن من البطن لان دي كلها علامات على ان في مشكلة في الكبد فلو لاحظنا اي حاجة من العراض دي نتوقف عن تناول الأورلي ونتواصل مع الطبيب النصيحة التامنة العراض الجانبي الاكثر شيوعا مع مادة الأورليستات او الأورلي اللي هو البراز الدهني بتبقى مادة دهنية بتخرج من فتحة الشرج دون الاحساس بها بيزيد طبعا هذا الاثر الجانبي اذا لم نلتزم بتخفيض الدهون في نظامنا الغذائي النصيحة التسعة اذا كنت مصاب بالبواسير يجب استشارة الطبيب لان غالبا بيزيد العرض الجانبي بتاع البراز الدهني مع استخدام الأورلي في حالة وجود بواسير النصيحة رقم عشرة اذا كنت تتناول فيتامينات او مكملات غذائية يجب الفصل ما بين الأورلي والفيتامينات بساعتين على الاقل لان الأورلي او مادة الأورليستات بشكل عام بتقلل من امتصاص بعض الفيتامينات زي فيتامين اي وفيتامين دي النصيحة رقم حداشر لا تتناول أورلي اذا كنت مريض للكبد مادة الأورليستات بشكل عام سواء كان أورلي او أورليستات او أورليسموت ممنوعة على مرضى الكبد. النصيحة رقم اتناشر لا تستخدم هذا الدواء الا بعد استشارة الطبيب لو كان في عندك اي مشكلة في الكلا او كنت مريض بالسكر. النصيحة رقم تلاتاشر لو واحدة حامل او واحدة بتردع يفضل ان هي لا تأخذ الاورلي او مادة الاورليستات. النصيحة رقم اربعتاشر ان في حالة ازا عد اتناشر اسبوع والفقد في الوزن كان اقل من خمسة في المية من وزن الجسم يجب التوقف عن استعمال الاورلي واستشارة الطبيب لاستعمال او استخدام اي دواء اخر للتخصيص. النصيحة رقم خمسناشر اورلي ممكن يقلل من فعالية حبوب منع الحامل. ولذلك لو في واحدة ست بتاخد حبوب منع الحامل يجب طبعا مراجعة طبيب اه النساء اه قبل استخدام اورلي للتخصيص. النصيحة رقم ستاشر المرضى اللي بتناوله ادوية منضة للاكتئاب. اه يجب عليه استعمال الاورلي بحذر تحت اشراف طبي لان مادة الاورليستات بتقلل من فعالية هذه الادوية. النصيحة سبعتاشر ازا كنت تتناول ادوية سولة الدم زي المريفان لا تتناول الا الا استشارة الطبيب. بكده فيديو النهاردة عن الاورلي والنصائح السبعتاشر يكون خلص اتمنى يكون الفيديو عجبكم ازا عجبكم الفيديو ما تنسلاش في لايك للفيديو واللي بيشوفنا الاول مرة اه ياريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان توصلوا دايما فيديوهاتنا الجديدة وياريت نعمل للفيديو ونشاركه في كل جروبات عشان توصل معلومة لحد ممكن يكون محتاج الله بيدور عليها وربنا نسح دايما اوقاتكم ونشوفكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته